هل يجوز اختراض المال لشريع العيد لإسعاد الأطفال لما يجيب الرضا بالحال وعيش العيد كه العيد انت عن نهار انت يوم عادي وانت مسكين وما عندك شو بيعطك الآجر فلا تلجأ نفسك وتحملها ما لا توطيق وخاصة كي اللي يمشي دين الكريدي واسمه ها بالريب ها صاحب يكتسب هاكذا ها 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 كليقل هذي ها هاي قول لي بالأربية كي مبقش همزة ولي ذلك انت ماحملك شرب بذك الشي أولا تمشي تبيع الفراش أولا تمشي التلفزيون لما حملك شرب بذك شي النهار هذاك مشيني يوم عادي هو يوم ديال غادي يعطيك ربيلاجر وروح صني العيد وولي BLARK وقسم بالله يلك كنت مطمئ نصيدة التالت مقاع حما تخافش واحد لمراء واحد القيس قلت لي اعطيني العيد قلت لها ربي عندهم العيد غادي يعطيك العيد قالت لي أعطيني العيد يا ما عنديش قلت له أنا من علي يجيبولك لم Surah عندي ذريبه أو لها القلت لي بريد أسأدي العيد قلت له غير وحي ربي غد اعطيك العيد خرجي من هنا إن شاء الله ويربي دي ويربي جيبك العيد مشى أسادتي و Löر فات العيد وجيت عندي قلت لي أرحملك والدي قلت للعيد قلت علي قلت لي غير قطاط منها يا عندي قطاط منها ووشوفها واحد أسيدها постав dat قالت له مالكي قلت له ودي العيد لما كانش قال أرui Ally Programs أعرف هذا العام ما أركيت لي قالت لها الربيع عيدي قالت لها اشتيك بسم الله الرحمن الرحيم بغيت أن نعرف هذي العام بزاف خلاه الأضحية العيد يشوف حال الشعب ما أركبش هذي بغيت أن نعرف هذي العام يتكلمة الأضحية دي لعيد يشوف حال الشعب معنى بحال إلا فهمت يعني بغيت قال لك سيدي في هذا العام الأضحية راشوية غالية والناس مكملة اللزع ما عندو هذا كشي شوف الحال ديال المسكين إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا العام دايم ودايم إحنا كنقوله إن شاء الله تبارك وتعالى السماع الوش من استطاع أن يضحي فليضحي ومن كان قادرا على الأضحية فلم يضحي فقد عصى أبو القاسي لأنها شعار الإسلام ولأن عيد يظهر عزة الأمة ولأن عبادة جماعية تميز هذه الأمة ولأنه ليس القضية قضية الذبيحة واسم القضية واسم القضية إن شاء الله تبارك القضية واسمها القضية تسموها معاني التضحية المعاني التضحية إحياء سنة إبراهيم تباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التوسعة على الأهل التوسعة شكر الله على نعمة الأنعام اللي كرمنا الله بهم سبحانه وعز وجل الأنعام الكباش وذلك الشي إن شاء الله تبارك وتعالى إذا الشي نديرو إحنا تقربا إلى الله تبارك وتعالى إذا أنت إلا ما عندكش إلا ما عندكش واسمه ليس عليك أي شيء على شك حارقة رأسك أنا كنقول هوا أنا أتألم أنا عندي باش نعيد وهذه كل ناس ما عندهمش ولكن يخليوا نقول لكم الشرع غد نخرج هذا الشيء وخي يعني يصبروا معي المساكين أنا عندي باش نعيد وغد نعيد ما غدش نخرج بلا عيدي لأحياني أربي وهذه المساكين هذو اللي ما عندهمش باش نعيده من ناحية الدينية والشرعية ومن ناحية الأجر هم أعظم أجرا من ناحنا اللي غد نعيده ما علاش لأننا نبيس الله عليه وسلم أنا كنقولكم من ناحية الدينية إذا بحكب شين أقرنين أم لحين قال على الأول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليت اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي وذبحه جاب الثاني قال بسم الله الله أكبر اللهم هذا مني منك وإليك اللهم هذا منك وإليك ياك اللهم هذا عن من لم يضح من فقراء أمتي إلى يوم القيام الأجر دينه كثر بنا احنا يمكن نشتري ونبقى انتباهه وما عندناش هو عنده الأجر ثابت لأن النبي هو اللي يطلب الله يعطيه الأجر اللي مقدش إليه وكل عام يديه الأجر دينه وإنت تضحي وما عندك الأجر بحال المسكين الأجر ثابت هذي واحدة ولكن اليوم هو اللي لايد في المغريب هذي عيد الأضحاء ولا ولا يسترياسي دربي بالنسبة للمسكين مرفوع عليه والأجر عنده ولاات كثر بصلاة الصلاة ما يستخسش عليها وما يصليش ما يصليش ويخصون عادي يدبر فيه واخي يبيع الماريو ولا يسلف بالكريدي بلانتيريس ويمشي يمشي دين المنكر ويمشي أعبض له هذي مشي دين هذا فهم عوج هذا فهم عوج ولذلك يجيوا عندي الناس يقول لي قول لله يخليك مني قد ينخرجوا الزكاة واشنشرهم العياد للمساكين نقول له لا يجوز للمسلمي أبدا أن يتصرف في ما ليس له فالزكاة ليس مالك هو ماله المسكين يعطيه له يدير كما يبغي ولكني نعطيت له الفلوس لا يجوز للمساكين ويجوز للمساكين لأن الناس لا يجوز للمساكين لا يجوز للمساكين قلت لهم هذي الحالة اللي وصلنا لها في العيد وللعيد عنده ضغط اجتماعي كبير وواحد يبكي يقول لك واش خلوني لولاد وواحد يقول لك الجيرة مادة مش فيها هاللي عندكم الفلوس وعندكم الزكاة تشريوا لهم حتى بالزكاة لأخوان على الناظرك والعيد رأو الله عندهم في هذه البلاد انت عناك كثار بالفرق سامحين فص الله ما يسقسي وش عليها اللي هي أول ما يسقل عنا ربه لأنه ما راح لاش يقوموا بالدور التعاوي الديني لأبنائنا وحتى لو كانت تهدر مع أم تسأنا عيا في المرأة يقول لأ أمو انت انت يرفع الله عليك هذا وربي رغرق يعطيك الأجر يقول لي والله ما تسمعني شقاة أهلا 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 رامي بكي وأهلا ما تسمعيني وصاحب الحاجاتي أعمى ما يسمعش هو باغي الكمش وصافي نجيب لك اللحم والله ما ندي أبي الجميل مسكين مجمل مسكين مجمل ولذلك أولودي ديروا الخير فمن أدخل الصرور في هذه العشر القادمة التي العمل فيها أفضل من الجيل في سبيل الله من استطاع أن يدخل الصرور على المسلم فمن أدخل الصرور على مسلم لم يلقى الله الله إلا بتبشيره بالجنة ولذلك إن شاء الله ديروا الخير فالليا مات والجمع وأنا دائما يقولهم في الأحياء شوفوا ذو كل معرامين واللي ما يقدروش والشباب الله يجب أن يخبرك داروا واحد داروا واحد لما الصفحات في الفيسبوك ورأوهم إن شاء الله تعالى كيعيدون الناس والله يجزيهم بخير الشباب رأيتحرك قال لك أخوي هذا التالي يمكن هناك من المحتاجين يطلب المساعدة في شهر وضحية العيد هل تقول أولا الحديد أن تعني بإسلام قد ضحى ضحى الفقراء المحتاجين هذا اللي قلتوا إن شاء الله ورأني بديت به إن شاء الله أنا بديت به وقلت لهم اللي رضحى عليكم ولكن الله ما يسمع لك إلا قلت له ضحى يقولك أنت غاية صلت الكبشو وغاية معه والليكوية تقوله يضحى أهلا إلا أنت مسلمي وأرى الذي كان ينذبحه وانت حتى أنت يا الله هل المرة يضحى عليك رسول الله يا الله غي أنا اللي مضحى عليها دائما يضحى عليك أنت شيء عام الله تعالى أعلى وعلى وجهزك مكخرة